السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخباركو ايه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وتعملوا لايك وسبسكرايب تعالوا زرار الجرس لو انت اول مرة بتشوفني كده اعمل لايك وسبسكرايب فعل زرار الجرس لو انت بتفرج عليك كتير ومش دايس سبسكرايب دوس لو انت مش طيقني دوس ديس لايك لو انت عاوز تعرف حاجة سيب لي كومنت وانا يعني هتابع برضو وممكن تسيب لي كومنت في الفيسبوك افضل على فكرة الفيسبوك انا بتابعه اكتر شوية والفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف نهاردة معانا جهاز من شركة بتعتبر احد اقطاب الفئة المتوسطة زي قطباية كرة مصرية كده الفكرة كلها ان في شركات ابتدت تتربع على عرش الفئة المتوسطة وتنافس بقوة رغم ان الشركات دي عمرها مش طويل في السوق معانا ريلمي 7 برو بعد التجربة انا كنت عملت انبوكسنج او توضيح امكانيات هتلاقيه في الاي اللي هتزهر عندك فوق دي من هنا هتقدر تعرف امكانيات الجهاز كارقام انما اللي هقولولك دلوقتي بعد التجربة لقيت ايه وكنت متوقع ايه ومالقتوش يلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة الشاشة الستة واربعة الاموليد بصراحة من نقط القوة جدا بالنسبالي حجم الشاشة الستة واربعة انا بحب الحجم ده مع الراوندات او اللفات الصغيرة الكرفات الموجودة في ظهر الجهاز بصراحة التصميم كان كويس اوي وشكل التصميم كان شيك وطريقة الاستخدام تاعتو مش تقيل في الايد ودي حاجة بتبقى مريحة لانك تمسك الموبايل لفترات طويلة فدي ممكن تكون مهمة لناس كتير وانا واحد منهم مسكة الموبايل في الايد يعني في موبايلات انا ما بعرفش استعملها نتيجة وزن الجهاز تقيل او مسكة الموبايل في الايد مش مريحة لكن هنا حجم الجهاز كويس ووزنه كويس وطريقة مسكته مريحة جدا الشاشة هنا الاموليد هي فعلا لما هم كانوا بيقولوا كاريلمي ان الشاشة من افضل انواع الشاشات الشاشة كويسة قوي ولو بتتفرج على فيديو هتشوف درجة تشبع الوان كويسة وحتشوف الفيديو بوضوح دو انت بتتصفح هتبقى شايف الشاشة قويسة قوي شايف الوان الشاشة والشاشة الوانها حلوة حتى لو انت بتتفرج على حاجة جودتها مش قوية قوي الوان الشاشة بتخلي في راحة لعينك انك شايف الوان كويسة التعليق بقى على حتة 90 هرتز و60 هرتز انا ا הא�دي كنت بستخدم جهاز شخصي 90 هرتز وبستخدمه مع شاشة امولد وكل حاجة الفرق هنا علشان جودة الشاشة العملت كويسة فيه فرق فيه نسبة تأخير بسيطة ولكن هقولك ان نسبة التأخير مش عالية لان الشاشة برضو فيه نقطة مهمة سلاسة الشاشة ودرجة استجابة اللمس لتتتشل السنس بتاع اللمس بتاع الشاشة غير الرفريش ريت فلما بيكون السنس بتاع اللمس عالي ما بتحسش قوي بحتة 90 هرتز وعشان محد شئت له يقول اه ده انت باع بتدافع عشان هو مش منزلين 90 هرتز وعلشان لأ انا شايف ان الجهاز لازم ينزل ب90 هرتز خلصانة بشياكة وايلانها سنة بنقلك التجربة ان فعلا وتقدر تجرب ده لما هتشيل ايدك من على جهاز 90 هرتز وهتستخدم الجهاز ده هتحس بنسبة تأخير بسيطة بس هنا بقى هل هي هتعوض معاك الشاشة الأمولد دي ترجعلك انت بس درجة الوان الشاشة زي ما قلت كويسة قوي والسنس بتاع الشاشة بتاع الشاشة كويس جدا برضو بس كان يفضل طبعا انه هو يكون 90 هرتز على الاقل المعخذ الوحيد او الحاجة الوحيدة اللي هاخدها على التصميم ان الحفة السفلية للجهاز وده قلت في الانبوكسنج الحفة السفلية بتاعت الجهاز كبيرة حبتين بس لما حاولت اوصل اوافها من الشركة نفسها حتى قالك احنا بنعمل الحفة السفلية دي كبيرة عشان لو الجهاز واقع فيه حاجة حماية من فوق ومن تحت في الجهاز علشان لو واقع الشاشة ما تتكسرش بسهولة لو هو الموضوع كده يبقى ماشي ومعدي ومقبول لكن لو هو بس مجرد التصميم لا يعني كان مفروض يرفعه الحفة السفلية اكتر من كده المعالج الكوالكوم سناب دراجون 720 جي اللي هو موجود في الجهازة كتير لحد تقريبا 9000 جنيه هو معالج قوي معالج اداءه حلو معالج كويس جدا في الالعاب بتلعب بيه علعاب على اعدادات عالية بيديك اداء كويس جدا في المالتي تاسكو في الاستخدام اليومي مفيش لاج نتيجة سوفتوير ريلمي الكويس اللي هو مقارب لسوفتوير اوبو فهنا المعالج اداءه كويس جدا وفي الفئة السعرية اللي انا لسه وانا بسهر الفيديو ده انا مش عارب سعر الجهاز هيكون كام بس اعتقد هيبقى سعره بحدود من 5500 ل 5700 في الرينج ده فالمعالج ده في الفئة السعرية دي كويس معالج 720 جي كان نزل قبل كده في الريلمي 6 برو بيه سعر اقل بس ما كانتش الشاشة اموليد والنهارده هو نازل في اجهزة تانية من شركات شقيقة بسعر اعلى ونازل في مجموعة اجهزة بسعر اقل فهو المعالج ده بتاع الحتة دي اداء المعالج ده مقارب جدا لاداء معالج 730 جي فهو اللعب هنا في الحتة دي هو المعالج ده او نوعية المعالجات دي لو بتبص الاداء المعالج زي ما بقولك مش هيدايقك في اي حاجة لو انت بتلعب جيمز لو انت بتتصفح لو انت بتعمل اي حاجة سوشيال ميديا يومية اداء المعالج معاك تمام التمام ومش هتحس بلاج ولا تأثير خالص فالمعالج واضح وصريح انه من المعالجات اللي تقدر تعتمد عليها بسهولة زاكرة الجهاز الـ 128 تقريبا يبقى نقص عندك منها حوالي 15 جيجا فلو هي مش مكفية معاك هتقدر تركب كارت خارجي ممكن تركب لحد 128 تانيين يبقى الجهاز معاك 256 مع 8 جيجا رام وحيفضل مديك اداء كويس وده اللي انا جربت ان انا ركب كارت زاكرة خارجي ما عملش اي تتقيل في الجهاز حاول تحمل عليه ما عملش تقل في الجهاز خالص فتقدر تركب كارت الحد 128 وانت متطمن وما فيش مشكلة ونوع الزاكرة هنا اللي هو UFS 2.1 ده نوع الزاكرة العادي اللي بتاخده في الفئة السعرية دي وحتلاقي الجهاز سريع معاك المعالج مع الرمات مع نوع الزاكرة خلطة ركبة مع بعضها وماشية كويس فما ما فيش اي نسبة لاج في الجهاز اداء الكاميرات هتحس انه تحسن شوية وارقام الكاميرات انا كنت اقيلها قبل كده في الفيديو خلينا نتكلم بقى عن تجربة الكاميرات اداء الكاميرات هتحس انه تحسن شوية كتير وهتحس ان الكاميرات اداءها محترم ومزبوط ممكن اللي بس هتحس انه هو احسن ان الكاميرات لما هتعرض صور على شاشة التليفون السوبر اموليد هتحس ان الصور مبهرة جدا وعبقرية جدا لكن هو فعليا ده نتيجة الشاشة الكاميرا كويسة ومن افضل الكاميرات اللي ممكن تاخدها في الفئة السعرية بتاعت الخمس تلاف جنيه دي فالكاميرا حلوة بس مش عايزك تنباهر بالصور قوي على الشاشة دي جرب الصور على شاشة الكمبيوتر هتلاقي الصور حلوة تفاصيلها كويسة الديناميك رينج بتاع الجهاز كويس هو هنا بيقدر يتعامل مع الادوات المختلفة كويس تشبع الالوان كويس المستشعر بتاع الكاميرا كويس مطلع صور كويسة لما بتصور صور ماكرو بيطلع لك تفاصيل مزبوطة الكاميرا هنا كويسة جدا في الجهاز ومن الكاميرات المحترمة في الفئة السعرية بتاعت خمس تلاف جنيه كاميرا السيلفي اتنين وتلاتين ميجا بيكسل زي ما قلنا كاميرا السيلفي بتطلع صور كويسة يمكن عبها الوحيد انها بتنعم الصور شوية بس اجمالا بتطلع الصور كويسة ده ممكن تحديث يخليها تدي صور واقعية اكتر والديناميك رينج برضو فاصل الإضاءة في كاميرا السيلفي كويس جدا الصوت السيديو سبيكر بتاع الجهاز عالمي حلو جدا صوت كويس نقي واضح لطيف يعني هتحس ان انت لو بتسمع حاجة او بتسمع مكالمة او بتتكلم بالسبيكر بتاع التليفون الصوت حلو في جزئية السبيكر برضو لو مركب السماعة بتاعة التليفون هتسمع الصوت بوضوح ونقي وفيه عزل بس هو ما بيجيش معها سماعة في العلبة لو انت مركب سماعة بنوع كويس اقصد الصوتيات بتاعته هتبقى كويسة الشبكة في الجهاز كويسة وقوية رغم ان يكوتو بتعامل عندي مكان كده دايما هو ده التستر بتاع الشبكة الشبكة كويسة وده براجع لفضل المعالج القالكم سناب دراجون 720 جي المعالج ده شبكته كويسة وهنا انتنة الجهاز كمان انتنة سلاسية كويسة واداءها كويس في الشبكة الجهاز هنا بيدعم البلوتوث 5.1 الفرجن الثاني من البلوتوث 5 والواي فاي استجابة الجهاز مع الواي فاي على بعد كويسة جدا واستجابة الجهاز مع جهزة البلوتوث حكونة كانت كويسة واداء البلوتوث فيه كويس كمان الجي بي اس على الجهاز شغال كويس للناس التهتمب بجي بي اس جهاز هيكون شغال معاك في الجي بي اس كويس يحيب الم Leist اللي بيفOOO البصمة استجابتها سريعة لأن البصمة ده راجع لسرعة استجابة الصوفت وير وانعومة الصوفت وير فاستجابة البصمة شغالة كويس الـ Under screen fingerprint شغالة كويس واستجابتها كويسة وسريعة وما فيهاش أي لاخبطة ولا لاج ولا أي حاجة النقطة الأقوى اللي ريلمي بتتكلم عليها والنهاية فعلاً لأول مرة نشوفها في الفئة المتوسطة الشحن الـ 65 واط اللي بيشحن معاك البطارية لـ 4500 ميلي أمبير بتاعت الجهاز في حوالي 35 دقيقة أسرع من الشواحن العادية لـ 33 واط اللي بتشحن معاك الجهاز تقريباً في 59 دقيقة يعني عندك توفير حوالي 25 دقيقة للشحنة الوحدة فهنا ده برضو ممكن يكون بالنسبة لناس حاجة مهمة فأنت بتشحن جهازك شحنة كاملة في 35 دقيقة وبتاخد مدة أداء مع عدم وجود الـ 90 هرتز الـ refresh rate ما بتبقاش شغالة ما بتاكلش من البطارية بتاخد 7 ساعات screen on الجهاز شغال معاك فيعني معنى كده أنك تشحنه لمدة 35 دقيقة سيقضي معاك اليوم فهو أفر لك تقريباً حوالي ما يوازي 40% من مدة الشحنة اللي ممكن تاخدها من أي شاحن تاني وإحنا ما كنا نشوف الـ 65 واط دي إلا في أجهزة الـ flagship فكويس إننا النهاردة بنشوفها في فئة الخمس تلاف جنيه ويمكن في الفئة الأقل في ريلمي 7 نفسه واخدينها في فئة سعرية أقل كمان فدي حاجة تحترم وحاجة كويسة رأيي في الجهاز اللي هو تسعيره أنا متوقع ومش هيعدي بأي حال من الأحوال للـ 5800 جنيه ومش هيقل عن 5400 جنيه مثلاً اللي هو السعر اللي يوازي 370 دولار أو 360 دولار للناس اللي بتحب تعرف السعر بالدولار الجهاز الفئة السعرية دي شحنة وبطارية وشاشة وصوت ستيريو حاجة كويسة جداً ممكن العيب اللي ناخده على الجهاز للناس اللي هي أصلاً بتبقى معاوزة تاخد كل حاجة متكاملة هيبقى الـ 90 هرتز ريفريش ريت بس والـ 90 هرتز هو حطه لك في ريلمي 7 وداك الاختيار لو انت مش عاوز الشاشة الأموليد أو مش فارقة معاك حطلك شاشة IPS اللي هو في ناس بتفضلها علشان سعرها مش غالي لو لقدر لك كسرت أو حاجة فبتبقى الشاشة IPS أحسن له هنا هيقدر ياخد الـ 90 هرتز ريفريش ريت وهيظل ياخد الـ 65 وقت شحنه وهياخد بقية المميزات فتقدر ان انت تقرر عاوز ده أو ده هل الشاشة فارقة معاك ولا لأ ولا الـ 90 هرتز ودا اللي هيحدد اختيارك بين الجهازين لكن كشاشة أموليد من أفضل الأجهزة اللي فيها شاشة أموليد وسرعة شحن ومعالج مقبول جداً في هذه الفئة السعرية باشكركم يا ربا ما كنش طولت عليكم وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ونشوفكم في فيديوهات جاية قريب سلامة